ازاك يا دكتور? ازاك يا اسر? الحمد لله يا فندم. انا يا فندم اه بقالي فترة. ايوه? بتعالج من الضغط بتاعي. اه. اه. عندك كم سنة? عندي سبعة واربعين سنة. ايوه? سبعة واربعين سنة. ايوه المهم انا حضورتك اه. الضغط باعل عندي. اه. وساعة اه ببقى مش شايف والدامي خالط. اه. وزنك زيادة يا اسر? اه وزنها مش يعني يعني حوالي الثمانين يا دكتور. وطولك? طول 169. مدخن? شيشة. طيما ده تدخين. انا اسأل واحد يقول لي الشيشة. كان الشيشة دي واخده براءة. لا. الشيشة اشد من السجاير. لان انت حجر الشيشة ده ممكن يكون المعدل فيه بتاع نيكوتين والعوادم يساوي علب السجار كاملة. بتعمله في الساعة واحدة. تحرقه. وانت قاعد برضو في الكافية للشيشة كل اللي حواليك عمال يبخ فيك اللي هو العادم بتاع الشيشة. انت تشارك اللي حواليك كمان. لا الشيشة تدخين ويرفع الضغط. طيب المهم ايه المشكلة دلوقتي. المشكلة اني دلوقتي الضغط بقى لما يعلى عليها طيب محسش فيه. اه ما هو مالوش اعراض يا ياسر. اقعى تفتكر ان انت هتسألت السؤال ده. لان دي نقطة مهمة جدا. وانا بشكرك عليها ولو سمحت تفضل عشان اشرحها للناس. لو هتستنى الصداع يبقى انت هتستنى نفسك تجي لك مشكلة في المخ ونزيف في المخ. طالما تشخصنك مريض ضغط ووصل مية والتمانين. لازم تاخد علاج الضغط باستمرار. والتابع باستمرار. وتقيس كل شوية. ولازم الضغط بتاعك ينزي ليه بقى من مية واربعين على تمانين. لكن عشان تستنى لما تصدق تاخد قرص الضغط. لا. علاج الضغط ده مش نزلت برد باخدها عند اللزوم. لما يكون عندي رشح. يكون عندي كحة. لا. طالما تشخصت مريض ضغط فانت مريض ضغط مدى الحياة. بينما يحكي اسمها كنترول وبلات بريشر. تحكم في ضغط الدم. ضبط ضغط الدم. تنظيم ضغط الدم. لكن مفيش دوى سحري تاخده يضيع الضغط. لا. طول ما انت بتاخد الدوى. الضغط مظبوط. احملت الجرعة. فوت الجرعة. عللت الجرعة. غيرت الدوى دون استشارة الطبيب. وياريت اللي بياخد ضغطي بتحت اشراف الطبيب. دوى الضغط يعني. ما يروحش كده. الصيجارة زبط على الدوى ده. اصل الصيدالة ده للدوى ده. عندنا ترسانة هائلة من ادوية الضغط. عندنا كمية مهولة جدا من ادوية الضغط. لكن كل دوى له مزاياه. له عيوبه. وطبيب القلب في علاج ضغط الدم. بيعمل زي التارزي. اللي بيفصل حسب مقاس العيان. حسب سنك. حسب وزنك. حسب عندك مشاكل تانية في الكلة. حسب الكبد بتاعك. حسب عضلة قلبك. حسب نبض قلبك. انت بتقول النبض بيبقى سريع. حسب نبض القلب. حسب الحالة العامة بتاعتك. بيختار لك الدوى المناسب ليك. فيه ادوية تنفع في مريض السكر. ما تنفعش في مريض تاني. فيه ادوية لازمة اللي عندهم تضخم في القلب. فيه ادوية اللي عندهم اتراب في كهرباء القلب. فيه ادوية اللي عندهم مشاكل في الكلة اذا طبيب القلب هو الوحيد اللي يقدر يختار لك دواء الضغط المناسب لي ولازم تتابع الضغط بدقة شديدة انه زي ما قلت قبل كده ده اسمه المرض الصامت بعبارة اخرى بالزعل شوية القاتل الصامت ما تقوليش انا العراض بتاعته ومش عارف ايه باستناها لا ما تستناش العراض هو لا ينم عن نفسه الا مشكلة كبيرة لذلك انا دايما اقول ايه فتش عن الضغط قبل ان يفتش عنك الضغط اعرف ضغطك قبل ان يستدعيك وساعات الاستدعاء بتاعه ضبط واحضار يجيبك لقدر الله بمشكلة في القلب يجيبك لقدر الله بمشكلة في المخ يجيبك لقدر الله بمشكلة في الكلة للأسف حالات كتيرة جدا من الشباب الصغير اللي هو عنده تاريخ عائلة بضغط الدم المرتفع وما يعرفش انه عنده ضغط الدم لانه ما فيش عراض اول عراض لي بيكون فيه مستشفى الكلة عنده مشكلة في الكلة والكتنين بدأ يعله وكي يلاقي الضغط بتاعه 190 على 100 ونسأله اه اصنا الوالد والوالدة عندهم ضغط عالي انا اخويك كبير بيتعالج من الضغط طب انت ما فكرتش مرة تييس الضغط بتاعك يقول لك لا يا دكتور انا لا بصدع ولا عندي نهجان ولا نبضي سريع ايس الضغط ليه لا هذه الارقام الحاوية على رأسها ضغط الدم قد تكون يعني خادعة جدا لانه ما لهاش عراض ترجمة نانسي قنقر